صادق 240 نائبا في مجلس النواب الأمريكي على قرار يدين تصريحات العنصرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وجهها مؤخرا إلى عدد من النائبات الديمقراطيات من أصول أجربية وجاء في نص القرار يدين مجلس النواب بحزم التصريحات العنصرية للرئيس دونالد ترامب التي شرعت وعززت الكراهية تجاه الأمريكيين الجدد والناس من ثوي البشرة الملونة والخوف منهم اشتركوا في القناة